في الكرادة تأكل النيران حيزاً واسعاً وسط منطقة مكتظة بالسكان حريق هائل قيل إنه أصاب ثلاثة عناصر من الدفاع المدني لكن الانتشار الواسع في منصات التواصل الاجتماعي أخذ طريقاً آخر للحريقة في تفسير إلى أن تبرير الحادث بارتفاع الحرارة لم يكن مقنعاً إلا أنها مشكلة الكهرباء التي قد تكون السبب الحقيقي للاشتعال مواد شديدة الخطورة وعشر مخازن راحة ضحية الحريقة في الكرادة تجار يتألمون اليوم من واقع اقتصادي صعب يثقله كورونا بأرقامه وحضره وتفاصيله الصحية إلى أنه يدخل الشارع العراقي في مصاعب جمع لم يكن هذا الحريق الأول في محالة جارية بل هو مسلسل متكرر ينتظر تحقيق وعود حكومية بالسيطرة على ضبط التيار الكهربائي والخدمات الأساسية التي تضمن الأمان على ممتلكات المواطن والأسواق التجارية رأس مال العائلة العراقية في البيع والشراء تم فتح تحقيق في مركز شرطة الكرادة لمعرفة أسباب الحريق بمشاركة خبراء بالأدلة الجنائية لكن في نهاية الأمر فهي خسارة جديدة تضاف إلى خسارات متتالية في واقع معيشي وخدمي صعب يحرق الطموحات التي تنتظر أن ينتهي دخان الحوادث المتتالية من سماء بغداد ينظر البعض إلى أنه حادث يحدث في أي دولة لكنه رقم في العراق مرتفع الحكاية التي يلخصها العراقيون بتساؤل متكرر من يقف وراء هذه الحرائق أو من يشعل فتيلها